تسعة عشر عاماً مرت على الاحتلال الأمريكي للعراق وما زال البلد يعيش آثار هذا الغزو الكارثية ممثلة بالعملية السياسية التي بنيت على أسس المحاصصة الطائفية وأحزاب تجاهر بولائها للخارج موقع أورينت الفرنسي وفي أحدث تقرير له قال إن الانقسام الذي تعيشه العملية السياسية في العراق زاد من حدته الوجود الأمريكي والتدخل الإيراني لكن التحالفات الجديدة التي ظهرت بعد الانتخابات الأخيرة تبرز تغير المعادلات السياسية خاصة مع دخول فاعلين إقليميين على الخط ويقول التقرير الذي حمل عنوان العراق من الطائفية إلى المحاور الإقليمية أن إعلان مقتدى الصدر بأنه يفضل الانسداد السياسي على حكومة تجمعه بقوى الإطار التنسيقي يمثل فصلاً جديداً من فصول الانقسام وفشلاً آخر في محاولات تشكيل الحكومة وبيّن الموقع أن صراع المحاور يظهر أيضاً في الخلافات الكردية الكردية على مرشح رئاسة الجمهورية حيث ترفض إيران أن يذهب المنصب لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني لذا تستمر هي وحلفاؤها بدعم الرئيس الحالي برهم صالح المنتمين للاتحاد الوطني الكردستاني وبحسب موقع أورين فإن إيران التي تلقت ضربة بخسارة حلفائها الأقرب في الانتخابات الأخيرة لم تعد قادرة على أن تدير البيت الشيعية في تحالف واحد لذا لجأت إلى تهديد زعماء أحزاب المكونات الأخرى لمنعهم من التحالف مع الصدر لوحده دون بقية الأحزاب الشيعية ما يعني أن طهران تواجه اليوم خطر فقدان بعض الأحزاب الموالية لها واقترابها من واشنطن ودول أخرى في المنطقة مكانة العراق الاستراتيجية والإقليمية تضعه في قائمة أهداف العديد من الدول التي تسعى لتأمين مصارحها وفي مقدمتها أمريكا وإيران اللتان تديران هذا الصراع عبر لاعبين يخوضون بدورهم صراعا أصغر على المناصب والمكاسب لتظهر التداعيات المدمرة لهذين الصراعين في كل ميادين الحياة في العراق